وأخيراً الحمد لله يعني صارت للروحة طبعاً حلوة أمريكا شو بلد حرية ديمقراطية فيها عمل فيها دراسة يعني شو الواحد أكثر من ميك عام ونصف العام من البحث والتدقيق لكنه وأخيراً انتقل مع أفراد عائلته المكونة من سبعة من الأردن إلى مدينة كانزوس في الولايات المتحدة كانت السفير الأمريكية في الأردن في وداعهم في المطار آلو عبود أول عائلة تغادر بعد أن منحتها إدارة الهجرة الأمريكية حق اللجوء عمل موظفوء الهجرة تنفيذاً للاتفاق الجديد الذي يقضي بإنهاء المعاملات خلال ثلاثة أشهر هذا الاتفاق الجديد سينهي معاملات عشرة آلاف لاجئ مع نهاية الشهر الجاري الواقع أن أوباما أمر باستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري خلال السنة المالية 2016 والسنة المالية تبدأ في أكتوبر 2015 وتنتهي في سبتمبر 2016 وحتى الآن لم يتمكن إلا 1115 لاجئاً من دخول الأراضي الأمريكية لماذا تتبطأ الولايات المتحدة باستقبالهم؟ العملية تبدأ بإرسال وزارة الداخلية الأمريكية موظفين لها للتحقيق في أن طالب اللجوء ليس كاذباً أو مجرماً أو إرهابياً ثم يدرس الملف في مركز مكافحة الإرهاب ثم في مركز تقص الإرهاب في الأف بي آي والأمن القومي والدفاع ووكالات أمنية واستخباراتية أخرى وفي خلال هذا الوقت يخدع طالب اللجوء لاختبارات صحية ومن يعاني من أمراض معدية مستشرة بين اللاجئين يخدع لعلاج طبي عادة ما يؤخر سفرها ولأن الانتقادات طالت البطء الشديد في المعاملات يجري العمل على تسريعها إنه جزء من الخمسة وثمانين ألف لاجئ كان وعد أوباما باستقبالهم من بينهم عشرة آلاف سورية ومن أجل تحقيق هذا الهدف أقمنا مكاتبنا في الخارج وننوي الفصل في عشرة آلاف طلب لجوء خلال ثلاثة أشهر ما إن تتم الموافقة على حق اللجوء تدفع وزارة الخارجية الأمريكية للاجئ ثمن تذاكر السفر عبر المنظمة الدولية للهجرة هذا بعد أن يوقع طالب اللجوء تعهدا بإيفاء سعر التذكرة بعيد استقراره يساعده على الاستقرار من سكن وعمل وغيره أكثر من مائة وثمانين مركزا ومنظمة موزعين في الولايات كافة عملية الاستقرار هذه يجب أن تحصل خلال مدة أقصاها تسعين يوما إذ أن المساعدة الحكومية تتوقف بعد ثلاثة أشهر